بعض الناس ينظرون إليك بما يبدو عليك فإذا خرجت إليهم مبتسماً ظنوا أن حياتك كلها تبسم وإذا خرجت إليهم مكتئباً ظنوا أن حياتك كلها اكتئاب يعني دائماً الصورة التي نخرج بها إلى الناس تكون هي هذا الواقع الذي نعيشه لكن في أذهانه بهذه العدسة دائماً ينظرون إلينا وأنا متأكد أن الجميع حتى أحياناً من خاصتي من أهلي يعني يرون هذا الناس لا يعرفون حياتنا وواقعنا وهمومنا هو لا يرى فكرتي ومشاعري وعظفتي وماذا فعلت وماذا سأفعل هذه كلها غائبة عن ذهن هو يرى ما أقوله أو ما يبدو علي وللأسف أن ما أقوله أو ما يبدو علي هي هذه القاعدة التي يتعاملوا بها معنا يستندوا على هذه القاعدة ويتعاملوا بها معنا يعني أنا أتذكر غير مرة صراحة يتواصل معي أصدقائي أصحابي أحياناً من أقرب الأصدقاء إلي يلومونني على أمر مثلاً على انعزالي على انعكافي على ترددي على عدم مجيئي وإلى آخره وأنا لما أنظر إلى نفسي يعني أعاتبهم على عتابهم ولا أتعذر لأني ما أبغى أقول جالس أتعذر وإنما فعلاً عندي ما يعني ما أشغلني وأحياناً مما أشغلني ما أسعدني ما أبسطني يعني أنا ما أعرف ليش الناس دائماً إذا مثلاً ما جينا عندهم أو ما التقينا فيهم ظنون إحنا جالسين يعني حزينين مكتئبين ما إحنا جالسين نسوي شيء والحق أنه قد يكون خلاف ذلك قد يكون عندك وقت كبير جداً ضايع أصلاً لكن الناس تظن أنك يعني قتلت نفسك على ما أنت فيه أظن أن هذه الفكرة يعني سببت غبش في تعاملات الناس مع بعضهم فالإنسان يعني يرسم لك خارطة وحياة وواقع بما يتوهمه عنك وواقعك أنت مختلف تماماً عن هذا الذي يتخيله ويتصوره عنك فأحياناً يلومك على مسألة من المسائل يعني سمي معي يلومك مثلاً على أنك ليش سويت الحاجة الفلانية بالطريقة اللي سويتها فأنت ترى أنه هذا الأسلم والأصلح والأنفع لأي أسبابك ومعطياتك وعندك يعني شيء كبير جداً غائب عن ذهنه هذا الذي يتوافق ويتناسب معك لكنه يلومك على ما يراه ما يكون خارجاً على السطح فقط أنا أظن دائماً صراحة في تعاملاتي مع الناس خاصة مع من يكون حولي من أهلي وأصدقائي وخاصتي أحاول دائماً أن أجد لما يفعلونه سبباً ومخرجاً يعني ما أحكم أحاول كذا يا أجل اسمعوا أفهم إيش عنده من معطيات تكون غائبة عن بالي أو أني أتلمس له هذا السبب الذي جعله يفعل هذا الفعل هذا أنا رشاد حسن وهذه أمسية جديدة من أمسياتنا نطلبكم الاشتراك في القناة ومشاركة هذه الحكاية مع من تحبون ربما كذلك مع من تكرهون ومن منكم يحب أن يستمع إليها أو إلى الحكايات السابقة يجد روابط قنوات المذياع في الوصف لكن وأنتم تفعلون كل ذلك بشويش على صابعكم أشاهد أني أنا يعني غير مرتين أكثر من مرة صراحة عتبت على انقباضي على انعكابي والله أحياناً من خاصتي لكن لما أبين لهم موقفي وإيش جالس أسوي وليش سويته وماذا أفعل أجد أن أفكارهم تتغير ومعاييرهم تتغير وأحياناً حتى والله يبادروك بالاعتذار ما عليش نحن نظن كذا وثاليك أنت جالس تسوي كذا وإلى آخر من هذه الأعذار يعني يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلاً عن موقف الذل أحجما أرى الناس من هاناهم وهانا عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرم فمن الأمور صراحة اللي قد تجنيها وتكسبها من انعكابك على نفسك خاصة في باب طلب العلم أو طلب المعرفة إن صحت الكلمة يعني شيء أنت جالس تسويه وتتعلم منه مبسوط وأنت تتعلم منه وتنتج كذلك يعني تخرج إلى الناس شيئاً صراحة هذا يخلي عندك يعني أولاً يجعلك كبيراً في عين نفسك فتنظر إلى نفسك بنظرة الكبار حتى الوقت الذي من قوسين تهدره تضيعه على ما أنت تفعل صدقني أنك لا تعده ضياعاً أحياناً لا تكفيك الساعة ولا الساعتين ودك تعطي نفسك أكثر من ساعة وساعتين خاصة إذا قرنت ما تفعله هو الآن ما تعمله هو الآن بالغاية إنه في الأخير رح يكون فيه واحد اثنين ثلاثة هذه الغاية هي التي تجعل كل شيء في عينك كبيراً وعظيمة ومن جانب كذلك يخليك متعطش لأن تعطي من نفسك أيضاً تعطي أكثر مما أنت يعني أكثر مما تعطي قد ما تقدر ويصير عندك فضول فضول في معرفة أحياناً توافه الأمور حتى تقودك إلى كبار الأمور وأحياناً فضول في اكتساب معارف جديدة مبنية على معرفتك هذه أو على عملك هذا تبغى تعرف هذا وتبغى تعرف هذا وتأخذ من كل بحر قطع وما جعلك بهذا الفضول إلا يعني انعكافك على ما أنت عليه ولعله كذلك يجعلك ذكياً وأقصد بذكي هنا يا جماعة يخليك تعرف صراحة تتعامل وتتصرف مع المعطيات اللي حولك مع عقول الناس وأفكارهم يعني أحياناً ما نفعله ترى هو مو بش جالس يعلمنا أحنا يعني جالس ينمي معرفتنا العقلية المعرفية وإنما جالس ينمي حتى ذكاءنا كيف أنا أرد على الناس يعني من جانب هذا العمل الذي أعمله كيف أوضح لهم أنا إيش جالس أسوي وأحاول يعني أخليهم يفهموا أنا إيش جالس أسوي وأحاول فعلاً أرد على الناس من هذا الباب الذي يكون غائباً عليهم فأنا برد هذا كنت ذكياً في شرح الأمر وإيضاح الأمر لهم اللي هم ما هم عارفين جالس أنا أسوي لكن بعد ما عرفوا قدروا وثمنوا ماذا أنا أفعل وفوق هذا كله يا جماعة أظن انعكاف الإنسان على مسألة من المسائل على أمر نحبه وعنايته به وحرصه عليه ويقضي ليله ويومه وساعته وشهره وأحياناً سنته على هذا الأمر صدقوني يكون كبيراً في عين نفسه ويكون كذلك عنده اعتزاز بأنه يستطيع أن يفعل كل شيء وهذه العزة العلم هذه إن صحة الكلمة لا يحصل عليها أي أحد وإنما يحصل عليها هذا الذي يقدر ما يفعل ويقضي الساعات الطوال والليالي الطوال على ما يفعل يعني يصير كذا حلواً في عين نفسه وما يفعله على مرارته كذلك حلواً في عينه ويستطيع أن يدير حياته ويتحكم بحياته يقدر يسوي أشياء كثيرة لأنه ثمن ابتداء ما يفعله وقدره فدائماً إذا ما قورنت تجاربنا هذه بمعرفتنا أو بمعرفنا وعلمنا هنا يكون عندك إنسان يعني صراحة مبتكر إنسان كذا خلاق مبدع إنسان يثمن ويقدر الأمور إنسان يعرف كيف يتعامل مع كثير من الناس الذين لا ينظرون إلي بفقه واقعه بل بفقه ما يبدو عليه وأنا صراحة ما يشدني في بعض الناس مش انقباضهم وانعكافهم على يعني ما يحبون أن يفعلونه ويعملونه وإنما ما ينتجونه بعد ذلك يعني بعض الناس لما تعرف أنت نجالس تسوي حاجة حيث لما تجيسمعه هو وإن شرح لك هذه الحاجة لكن يعطيك نتائج يعطيك خلاصة تجربة أحيانا يعطيك أفكار جديدة تستطيع أن تستفيد بها في حياتك وتستطيع حتى أن تراها على أرض الواقع هؤلاء الناس صراحة هم اللي دائما أنظر إليهم لا أحب الذي يعني فقط يشغل نفسه لكنه لا يريني نتيجة شغله هذا وانعكافه وانقباضه ولعلني حتى هنا أنا أكون متأثرا بقصيدة ييت ديس كولر عنده قصيدة رائعة في هذا الباب يلوم فيها العلماء خاصة العلماء الذين يقضون الليل والنهار على هذه الكتب وعلى هذه المراجعات لكنه لا ينتج شيئا للعالم لا ينتج شيئا للناس يقول في مطلق قصيدته العالم this color bold heads طبعا bold heads معناها الأقرع والأصلع وأظن وهذه كانت سمة من سمات العلماء يعني يجيك أصلع هذا عالم فهو يلومهم هنا يقول bold heads forgetful of their sins ثم يقول بعد ذلك edit and annotate the lines that young men tossing on their bits طبعا هو هنا جالس يلوم العلماء الذين هم علماء ومعروف أنهم علماء لكن لا يفعلون أي شيء إلا أنهم يراجعوا ويعلقوا على قصائد كتبها عشاق عن معشوقاته فلا هؤلاء العلماء أنتجوا شيئا للناس يستفيدوا منه ولا هؤلاء العشاق من تجاربهم أنتجوا كذلك شيئا للعالم يستفيد منه وإنما القضية قضية عالم يراجع قصيدة عاشق يكتب عن معشوقته ولعلني يا جماعة أيضا أستعرض معكم هنا يعني حكاية أبو يوسف القاضي في طلبه للعلم وهي من القصص الجميلة جدا والتي تبين لكم يعني قد إيش طلب العلم من الأمور التي يجب أن يسعى إليها كل إنسان أي كان هذا العلم في أي مجال وفي أي باب فقط الطريق إلى العلم هذا يعني يجب أن يكون مهابا وعظيما ومقدرا في أعيننا قال أبو يوسف القاضي توفي أبي وخلفني صغيرا في حجر أمي فأسلمتني إلى قصار يقصر الثوب يعني خياط أخدمه يعني جابتني والدتي إلى هذا الخياط حتى أعمل معه أعمل في خدمته فكنت أدع القصار وأمر إلى حلقة أبي حنيفة فأجلس وأسمع فكانت أمي تجيء من خلفي إلى الحلقة فتأخذ بيدي فتذهب بي إلى القصار يعني هو كان يأتي إلى هذا الخياط حتى تذهب أمه ثم بعد ذلك يخرج من عندي ويذهب إلى حلقة أبو حنيفة فكانت أمه تأتي لأنها تعرف أنه بيخرج من عند الخياط ويذهب إلى الحلقة فكانت أمه تأتي وتأخذه من الحلقة وترده إلى الخياط وكان أبو حنيفة يعنى بي لما يرى من حضوري وحرصي على التعلم فلما كثر على أمي وطال عليها هربي قالت لأبي حنيفة ما لهذا الصبي فساد غيرك هذا صبي يتيم لا شيء له وإنما أطعمه من مغزلي وآمل أن يكسب دانقا يعود به على نفسه يعني يا طويل العمر ترى كافست هذا الولد يتيم وصغير وحالنا يسرى ونريد يعني أريد أن أرجله أن أعلمه كيف يتعود على نفسه فقال لها أبو حنيفة مري أرعنا يعني نهرها هذا هو ذا يتعلم أكل الفلوذجي بتهني الفستق فانصرفت عنه وقالت له أنت شيخ قد خرفت وذهب عقلك قال أبو يوسف ثم لازمته يقصد لازم الشيخ أبو حنيفة ثم لازمته فنفعني الله تعالى بالعلم ورفعني حتى تقلت القضاء وكنت أجالس الرشيد يعني الرجل لما كان يذهب ويتعلم عند الشيخ تزود من العلم حتى أصبح قاضيا يعمل مع الخليفة وكنت أجالس الرشيد وآكل معه على مائدته فلما كان في بعض الأيام قدم إلي هارون الرشيد فالوذجة فقال الإياي عقوب كل منها فليس في كل يوم يعمل لنا مثلها والفالوذج هو حلا يطبخ من الدقيق والماء والعسل ما أعرف إن جاز التعبير اليوم أن نقول هو المعصوب لكنه عبارة عن حلا كانوا يعني يحلون به وكان يعني مقدرا عندهم من طعام طيب الشاهد يقول فقلت وما هذا يا أمير المؤمنين فقال هذه فالوذجة بدهن الفستق فضحكت فقال مما تضحك فقلت خيرا يا أمير المؤمنين قال لتخبرني وألح علي فأخبرته بالقصة من أولها إلى آخرها فتعجم من ذلك وقال لعمري إن العلم لينفع دنيا ودينة وترحم على أبي حنيفة وقال كان ينظر بعين عقله ما لا ينظره بعين رأسه فمربط الفرس يا جماعة أن الرجل لما كان يتعلم ودخلت أمه إلى أبو حنيفة وقال لها ولو كان في قوله مجازا يعني ذا هو يتعلم أكل الفالوذج بدهن الفستق وهو يقصد من حلاوة العلم من حرصه وحبه على طلمه كأنه يأكل الفالوذج وما كان يظن أبو يوسف أنه في يوم من الأيام سيأكل الفالوذج حقا مع الخليفة حتى نلخص كل هذا المجلس يا جماعة أظن إحنا اليوم محتاجين أن نقدر ما نفعله قدره يعني لازم الواحد بنفسه ومن نفسه يثمن ويقدر ويكبر هذا الذي يفعله ويعمله ويتعلمه صحيح أن اليوم نعيش في عالم نحتاج إلى التزكيات نحتاج أن نسمع من الناس ما يقوله عن أفعالنا وأعمالنا الواحد سبحان الله اليوم ما عد صار يحس أنه ناجح إلا إذا سمع أحد من الناس يقول له ترى كنت ناجح يعني ما يقدر هو يقيم ويقدر نفسه وأظن أن الألمعي الفصيح البليق المتعلم الراشد هو الذي يستطيع أو يقدر أن يقدر عمله ويثمنه ويكبره طبعا على علم ومعرفة ودراية إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة وإن كانت مرحلة صعبة ومرحلة لأن من قال أنا أعلم فهو لا يعلم أصلا لكن أقصد إلى حد ما نحن محتاجين اليوم أن نقدر ما نفعله أن نثمن ما نفعله يعني بحدود علمنا ومعرفتنا وخبرتنا كذلك حتى يكونوا كبيرا في أعيننا وكذلك كبيرا في أعين الناس ترجمة نانسي قنقر